هل انفك عقد الشراكة بين رئيس الحكومة والمجلس الانتقالي؟ سؤال تصدر المشهد مع تصاعد وطيرة الخلاف بين معين عبد الملك والانتقالي عقب توجيه الأخير وسائل إعلامه للهجوم على الرجل الذي لطالما عمل على تمكين المجلس الانفصالي من مفاصل الحكومة بات ذلك الكاهن الأشر وزواحف الفساد والتآمر في حكومته تمشي بلا مبالاة وفيما يشبه ليقظة المفاجئة اتهم إعلام الانتقالي معين عبد الملك بالفساد وسوء الإدارة متجاهلا الحديث عن شركائه في الفساد من القيادات والوزراء المنتمين إلى الانتقالي والمتهمين أيضا في قضايا فساد إداري ومالي العجز عن تنفيذ مخرجات اتفاق الرياض تهمة أخرى لمعين عبد الملك يروج لها إعلام الانتقالي فعن أي اتفاق تتحدث تلك الميليشيا أليست هي ذاتها من تنصلت من تنفيذ بنود الاتفاق والشواهد على الأرض كثيرة لا حصر لها آخرها انقلابها في محافظة شبوة وتحريضها المستمر على المهرة بواد حضر موت ولعل المتابعة للشأن اليمني يتساءل ما سر شن ميليشيا الانتقالي حملتها الإعلامية ضد رئيس الحكومة في هذا التوقيت بالذات خصوصا أن الرجل مكن الانتقالي طوال الفترة الماضية من عدة مؤسسات حكومية مهمة في البلاد ولعل الإجابة هنا باتت واضحة وجلية فالميليشيا تريد فرض إدارتها بالقوة لا سيما بعد تلوحيها بذلك وعزمها على تعيين رئيس للحكومة موالي لها من أجل طي زفحة الشرعية والتفرد بحكم المحافظات الجنوبية يظهر خلاف الانتقالي ورئيس الحكومة إلى العلن إذن بعد فترة ود دامت بين الطرفين شابها العديد من صفقات الفساد واستفادت منها ميليشيا الانتقالي في تمكين الوزراء المنتمين لها من مفاصل الدولة شكرا للمشاهدة